تطبيقات على المشتقات ما هي علاقة هذا التمرين بهذا العنوان هذا السؤال يطرح نفسه أفدال لثابتة مشتقها معدوم أفدال لثابتة مشتقها معدوم هذه العلاقة نرجع للتمرين أصحيح أم خطأ مع التعليل إذا كانت أف تحقق أف أ نقص أف بي تسوي السفر فإن أفدال لثابتة على هذا المجال أين هي المشكلة؟ المشكلة أنه لم يقل من أجل كل عددين حقيقيين أ و بي هنا المشكلة قالت حقق فماذا نفعل هنا نحن نأتي بمثال مضاد مثلا هذه الدالة هذه الدالة محور التراتيب هنا لاحظ أنني لو أرسم مستقيم هذه النقطة هذه لاحظ هنا ولاحظ هنا الأ هو هذا والبي هو هذا لاحظ أن أف أ نفسه أف بي مع أنت الفرق معدوم هل هذه الدالة الثابتة؟ الجواب هو لا إذن هذه القضية خاطئة إذن بالنسبة لـ 80-11 أراه اتجاه تغير دالة بطريقة تناسبية نحكم بالصحة أو الخطأ ثم نبرر تلقائيا إجباليا فهذا طلب ضمني وغير صريح القضية إذا كانت أف دالة تحقق أف أ نفس أف بي تسوي سفر فإنها ثابتة على هذا المجال الحكم خاطئة لماذا؟ تكون الدالة ثابتة على المجال إذا كان من أجل كل إكس واحد وإكس اثنين من المجال أم بي لدينا أف إكس واحد نقص أف إكس اثنين تسوي السفر وهو قال تحقق فقط مرة واحدة على الأقل أف أ نقص أف بي تسوي السفر نأتي إلى هذا المثال نستطيع حتى أن نقول مباشرة سن دستير دستور دالة مربع قطع مكافئ بدأ الشكل مشهور دالة مرجعية من السنة الأولى لو نأخذ النقص واحد والواحد صورة الواحد وصورة النقص واحد كلاهما يساوي الواحد إذن صورة النقص واحد وصورة الواحد هذه صورة الواحد وهذه صورة النقص واحد كلاهما يساوي الواحد فعندما تأتي وتقول للطرف الآخر هذا أف نقص واحد نقص أف واحد هل الدلة ثابتة على المجال نقص واحد واحد هل الدلة ثابتة هنا إلا هذا ما أردت قوله في التمرين 11